يا جماعة سورة الكهف هي أربع قصص القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف تركوا كل شي والتجوا إلى هذا الكهف بس مشان ما يخسروا الدين فتعلم قد ما ضاقت فيك الدنيا لا تبع دينك مشان الدنيا دينك إنه لحمك ودمك وخليك مرافق الناس الصالحين لأنه الله قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه القصة الثانية قصة صاحب الجنتين كان عنده أموال فاختر بأمواله فزال كل شي وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فتعلم أنه قد ما عندك أموال هالأموال راح تروح ورح يبقى إيمانك بأله افهم حقيقة الدنيا الفانية وتذكر الآخرة الباقية يا جماعة بين أول قصطين وآخر قصطين في سورة الكهف في تحذير من الله سبحانه وتعالى للابتعاد عن العدو وهو الشيطان قال الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فتعلم لا يغرك هذا الشيطان لا بدينك ولا بمالك القصة الثالثة هي قصة موسى مع الخضر تعلم العلم يا أخي ولو كان عندك علم دائما أطلب العلم لأنه في أعلم من منك فتعلم وإفهم معنى التواضع إذا كان عندك علم لا تتكبر ولا تختر بعلمك ولا يغرك هذا الشيطان بعلمك القصة الرابعة هي قصة ذي القرنين أد ما كان عندك قوة دائما بهذه القوة راح تكون ضعيف قدام الله سبحانه وتعالى راح تكون ضعيف أمام عظمة الله فتعلم أنه القوة اللي عندك لا تستعملها إلا للخير ولعباد الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة الكهف قال الله جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني تمسك بدينك وأنفق من أموالك في سبيل الله ودير بالك من الشيطان احذره وتعلم العلم واستعمل قوتك من شاء مرضات الله سبحانه وتعالى سلام عليكم